نجح حكيم زياش لاعب منتخب المغرب الأول لكرة القدم في تسجيل أسرع أهداف المنتخبات العربية طوال تاريخ كأس العالم بعد أن أحرز الهدف الأول لمنتخب بلاده أمس أمام كندا ضمن منافسات الجولة الثالث للمجموعة السادسة في مونديال قطر التي انتهت بفوزة لأول اثنين واحد عن الدقيقة الرابع وسجزياش نجمي تشيلسي الإنجليزي الهدف الأبعد مسافة للمنتخبات العربية أيضا منذ مونديال 1966 من خارج منطقة الجزاوى تحديدا 30.60 مترا وصعد المغرب الملقب بأسود الأطلس إلى دور الست عشر متصدرا مجموعته عقب الفوز على كندا بهدفين مقابل هدف على ملعب الثمامة وسط حضور 43 ألفا وتقدم الأسود الأطلس بهدفين سجلهما حاكيم زياش ويوسفى لنصيري في الدقيقتين الرابع و24 ثم جاء هدف كندا في الدقيقة 40 وسجله النغري ديونايف أكرد بالخطأ في مرن فريقه وحقق المغرب انتصاره الرابع طوال الست نسخة التي شارك بها في المونديال وردأت عام 1970 في المكسيك ولعب المغرب طوال مشواره مع النهائية واحد تسعة مواج كسب أربعا وتعادل في ست وخسر في تسعة بعد ستا وثلاثون عاما نقط في غريات تفو تسعمائة وستة وثمانين تعود احتاج منتخب المغرب الأول لقرة القدم إلى ستا وثلاثين عاما من أجل تكرار مشاركته في مونديال المكسيك عام 1986 والتي حقق من فلالها صدارا مجموعة التي وضعته إلى جانب انجلترا وبوزيكا بولندا والبرتغال ونجح المنتخب المغربي الملقب بأسود ألف لقلس في تحقيق صدار المجموعة السادسة برصيد سرع نقط عقب الفوز على كندا بنتيجة اثنين واحد في ملعب ثمامة في الجولة الثالثة والأخيرة في كاس عالم الجارية حاليا في الدوحة العاصمة لقطرية وجمعت المجموعة السادسة في النسخة الحالية المغرب إلى جانب كروتيا وبلجيكا وكندا الانسيري نقط الظهور في نسختين أصبح يوسف الانسيري لاعب المنتخب المغربي الأول لكرة القدم أول لاعب مغربي يسجل في أكثر من نسخة بكاس العالم الفين وثماني عشر والفين واثنين وعشرين ونجح الانسيري في تسجيل الهدف الثان أمس لمنتخب بلاده أمام كندا ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة السادسة في منديا القطر وأضاف المهاجم المغربي والهدف الثماني عشر لمنتخب بلاده طوال مشاركاته في كاس العالم التي بدأت الف وتسعمائة وسبعون في المكسيك وحنت قائم الهدفين أربع عشر لاعبا وهم عبد الرزاق خيري وصلاة الدين بصير وعبد الجليل كامتشو وحومان جيرو موهوب الغزواني وعبد الكريميري وحسن ناظر ومحمد الشوش ومصطفى حجي وخالد بواطيب ويوسو النصيري وحاكم زياشة ورومان سيس وزغري أبو خلال